السلام عليكم و أهلين فيكم في فيديو جديد و أخيراً خلاص خلصنا نزل الـ iOS 14 نحن نسخة يعتبر الـ Gold أو GM Gold Master يعتبر النسخ النهائي اللي سننزل اليوم لكم بعد 3 ساعات هذه نزلت الـ iOS 14 وها فيها حرف النهاية فالنسخة من الـ iOS 14 الـ Beta الثامن إلى هذه ما تغير المودم و بالضوء الـ Beta الصعب ما تغير المودم لو نتكلم عن أشياء جديدة في أشياء جديدة في أشياء جديدة نزلت لحقه Apple Watch برضو تقدر تشوفه من هنا لو نفتح الـ Watch هنا مشان ما يحتاج نطلع لكم من Apple Watch و كل شي نشوف هنا في خيار الـ Discovery هنا و ننطلع عليه نشوف هنا تغير صار ما كانت موجودة نفس الحركة فصار أكثر الـ Discovery هنا و برضو الفيسز طلعوا مثل ما نشوف فيسز جدد في الميموجي تقدر تسوي لك ستاب لحق الميموجي حقتك من هنا تختار النوع اللي تبي بكيف كنت تسوي لـ Add طبعا هذه الأشياء موجودة برضو هنا تقدر تسويها من Apple Watch باكن ما أنه عندنا خيار هناك أكبر فبالنسبة لي يكون أفضل أن نسويها لكن لو تضغط هنا تشوف هنا الـ Apple Watch الجدد الفيس هذا الميموجي برضو موجود هنا لو بننزل تحت راح نحصر هنا الميموجي مثل ما نشوف ففي أنواع جديدة ونفس الحركات اللي موجودة عندي هنا ماذا موجودة هنا مثل ما نشوف تقدر تسوي لـ Setup هنا هذا أول خيار أو هذا أول شيء موجود هنا برضو الحين الفيس حقك في الرسائل تقدر تسوي لها اللي هو الميموجي تقدر تضغط هنا وتسوي لـ Setup من عندك من الساعة الميموجي مثل ما نشوف تقدر هنا وتسوي لك شكل جديد بكيفك أنت Custom حق الشكل كان موجود في الآيفون تقدر تسوي حين نزلت هنا كيفك بأي خيار تبي وكيف الشكل اللي تبي تسوي تسوي Plus وتحط الـ Setup وكل شيء تسوي من هنا تحركة هلوة لشأن الأشخاص اللي ما عندهم جوال لأنه ما نابل بتنزل حين Apple Watch SE والـ Apple Watch 6 اللي هي Family Setup إن الأشخاص اللي يكون ما عندهم آيفون وتسوي Setup عندك بالجوال لهم فيقدرون يستخدم من الحركة يسوي لهم Custom عندهم من الساعة طبعا Family Setup بتعطي شخص بساعة Apple Watch بدون ما يكون عنده الآيفون لازم بالـ Apple Watch SE والـ Apple Watch 6 ولازم يكون عنده الإسم ما رح تشتغله بالإسم لازم الـ Apple Watch اللي بتعطيه يكون عنده إسم من دلالة لحق الأطفال اللي ما عندهم آيفون ولحق كبار السن اللي ما يستخدمون آيفون الساعة Apple إسم مش كل الدول موجودة فيها حتى الدول اللي فيها إسم لحق الآيفون مش لازم يكون فيها إسم لحق الساعة لازم تشوف لك الموزع الرسمي حقك هل يدعم ولا ما يدعم يعني في السعودية إلى الآن سبتمبر 2020 يوم 15 ما اشتغلت الإسم في الساعة فننتظر نشوف قدام ما يساون حتى لو إذا اخذ من الكويت تشتغل الإسم في الساعة لا تشتري من الدولة حقتك لأن الإسم الموجودة هنا التردد محدود على كل دولة غير يعني تشتري الساعة اللي يسم من أمريكا أروح لكويت ما رح تشتغل مش نفس الآيفون الآيفون الباند حقه عالي أقدر أشقل الآيفون عندي لصار يشتغل عندي هنا في أمريكا يقدر يشتغل عندي في الكويت ترددات أعلى المهم لنطول الصالفة هذي كلها تقريبا هذي الميزات التنتين بنشوف مثلا الأداء الجديد لو نشوف الأنتوتو وهذا الأنتوتو النسخة الثامنة نقدر نقول 5 4 3 6 1 نشوف الأنتوتو حين بعد ما سويته مثل ما نشوف هنا 5 2 2 5 8 7 النسخة الثامنة الآن 5 4 3 3 6 1 فيعتبر فيه تحسين شوي في الآيباد برضو سويته في الآيباد لو أشخاص بتكلملكم عن الآيباد شوي في الآيباد مثل ما تشوف أعطاني الرقم 7 6 الآيباد تعرفون أنه يشطح بقوة المعالج اللي فيه فلو بنشوف معاكم الآيباد أعطاني في البيت الأول هذا البيت الأول اليوس 14 البيت الأول 7 5 9 0 3 8 البيت النهائي أو النسخة النهائية اللي رح تنزل عندكم 7 6 0 2 8 1 لو نشوف مرة ثانية التغيير لأن البيت الأول 7 5 9 البيت الثاني 7 6 ما فيه فرق أصلا كثير فهذه لو نشوف معاكم Geekbench تشوف الهيستوري هذا البيت الثامن وهو البيت النهائي فيه فرق في الملتي كور أعلى هنا مثل ما نشوف 3 3 3 1 single كور هنا أنزل بشوي لكن أنزل 13 14 ما فيه فرق كثير فيعتبر ما فيه ذاك الفرق لو نشوف في الآيباد طبعا الآيباد مثل ما قلت كمارقامة عالية وهذا الأشياء اللي تعطي أشياء صالح للآيباد نشوف معاكم هنا هذا البيت الأول وهذا البيت النهائي الآن أو النسخ النهائي اللي بتنزل حق الكل ما توقع فيه فرق في CPU لو نشوف المتال برضو فيه نزول لكن مش ذاك النزول لو سوي مرة ثانية يمكنني يصير أعلى فهذا كل شي بس طيب الآن شي المتوجب عليك تسوي بما أن خلاص الـ iOS 14 راح ينزل بعد ثلاث ساعات تشوف الفيديو أول شي تفتح القناة حقتي تشوف الفيديوهات كيف تستعد مثل ما نشوف هذا الفيديو تستعد الـ iOS 14 أو الـ iOS قادم وبرضو إذا كنت اوه أنا عندي نسخة تجربية وكيف أنتقل حق النسخة النهائية تنزل تشوف الفيديو هنا عندي تشوف بدايت هذا هو scene أنا منزل بيتا وش اللي راح يصير عشان أخذ النسخة النهائية كيف أسوي فهذا هو موجود بس فمبروك عليكم iOS 14 Watch OS 6 و Apple TV OS برضو HomePod وكل جهزة الـ Mac OS الـ Mac OS إن شاء الله الشهر الغادم ينزل في نهاية الفيديو تنسون الاشتراك في الغناة واشتراك في حساب إجزام تشارف إضافتكم وعمل لكي المقطع ونشر المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني قبل ما أقول السلام عليكم الفيديوهات ضروري تشوفهم ضروري إذا حدثت لك بالحقك تسوي عدد ضبط المصنع فهذا الفيديو تكلمت عن ضروري بعد ما تحدث الجهاز تحدث البرامج حقينك كلهم في Apple Store تخش تحدث كل البرامج حقينك تحدث وتستخدم الجهاز والسلام عليكم